اجتمع وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضوية سعادة السيد طلال محمد المناعي عضو مجلس الشورى مع عدد من الوفود البرلمانية المشاركة في اجتماع الجمعية البرلمانية لربطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان المنعقد في عاصمة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وبدأ وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعاته بإيصال تحياته مع السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب رئيس الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وتقديره للجهود المبذولة لتعزيز التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء مؤكدا دعم مملكة البحرين لكافة المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار الإقليمي وخلال الاجتماعات تم بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مملكة البحرين ودول رابطة الآسيان إلى جانب تبادل الأراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانب آخر أشادت الوفود المشاركة من برلمانات دول رابطة جنوب شرق آسيا الأسيان بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والتي تدعو لعقد مؤتمر دولي حول السلام في الشرق الأوسط كما عربت عن تقديرها لهذه المبادرة الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة مؤكدين أهمية الحوار الدبلوماسي ودور البحرين في دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام